لكن نتكلم عن اليمين الإسرائيلي وكيفما أسلفت اليمين الإسرائيلي له موقف واضح بأنه يرفض إطلاقا أولا أن هناك شعب فلسطيني وأنه يرفض اعتراف بحق الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة هذا السؤال إذا يريد زميلي دكتور موتي كدار أنه يقول أنه ليس هناك استعداد يلا تعالي نتكلم عن هذا الإشي إذا كان استعداد وليس استعداد من قبل الفلسطينيين لكن خلينا نتكلم عن موقفه هو وهو موقف اليمين المتطرف بأنه ليس هو مستعد أن يعترف بحق الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة هذه المشكلة ماذا تقصد بنعم؟ نعم أنك لا توافق ولا تأخذ لحظة لحظة المشروع الاستطاني المشروع الاستطاني هو الدليل لأنه يريدون التسلط على جميع الأراضي في الضفة الغربية وحتى في قتاع غزة هذا شيء واضح طيب رد على هذه النقاط المهمة سيكدر إذا سمحت لأنها نقاط مفصلية في هذا الحوار هناك حل واحد أو حد لا ثانية له وهو حل الإمارات الفلسطينية بمعنى إمارة في القليل لعشاء للقليل إمارة في وليحة النقاط مستمدة يا موت النقاط مستمدة لا هي جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا سيد جواف وسيد يوسف سيد جواف يرد لك الصعب من مدرسة اليمين المتطرف في الكثير من النقاط عندهم أنا أتكلم عن استنساخ نمط الدولة القليجية المبنية على العشائر مثل الكويت المبنية على السبب ما علاقة هذا بالنموذج الإسرائيلي الفلسطيني هل من حق إسرائيل أن تفرد نموذج لأصحاب الأرض كيف يعيشون وكيف ستكون شكل دولتهم هل من حق إسرائيل أن تنحن هذا الحال الشيء الوحيد الذي لا يؤدي بهم إلى الحالة السورية هذه هي المشكلة طيب دعي سيد يوسي ورد إذا سمحت سيد أكيدا تفضل سيد يوسي طيب سيد يوسي طلعي سيد يوسي انتظر من فضلك هذا انتهى الأمر انتهى الأمر أن تكون هناك هيمنة إسرائيلية على الفلسطينيين ونريد أن نقيم دولة تشبه سود أفريقا جنوب أفريقا في الماضي هذا ليس لها محال هذا العالم لا يقبله من وجهة نظر إخلاقية إنسانية وهذا لا يساعد مصالح إسرائيل وأنا أتكلم كرجل ولا مواليا لدولة إسرائيل وهذا لا يصنع مصالح إسرائيل هذا الحلم الكبير لليهود في شرق الأوسط أنه يأتي الوقت ونعيش بالسلام مع دول عربية مع جميع الدول العربية وهناك اختراح علينا من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بأنه هناك اختراح وهذه نقطة نقطة يعني ليس نقطة نهائية لكن نقطة انتلاق تعالوا نتكلم تعالوا نتكلم ونرى كيف كيف يعني يكون هناك تكون هناك إمكانية يكون هناك احتمال أنه إسرائيل تكون جزالية تجزى من الشرق الأوسط اقتصاديا استراتيجيا الكل تاقفيا أن يتم منح الفلسطينيين حقوقهم بشكل واضح ويتم الاستناد إلى فكرة حل الدولتين حتى يؤدي هذا إلى التعايش ما بين الشعبين